السلام عليكم أصدقائي ورحمة وسهلا فيكم بلقاء جديد مع أول يوم بالموسم الكرة والجديد بشكل رسمي في ديربي مانشستر الستي واليونيتد في مدريد أخبار محزنة بإصابة موهبة المرنجة وتفاؤل بشأن كليان مطابي من قبل كارلو انشلوتي بينما في برشلونة فبعد إعلان داني اول ملاعب رسمي في بلاوغرانة برشلونة الآن البرصة بيشتغل على صفقة كينجيس لي كومان من باير مينشن وتشيلسي مستمر بوضعية بوليس الشارع كلمة مرأ واحد يتعاقد معها وآخرهم كان بيدرو نيتون من ويلفور هامتن والمزيد أحباء الكرام لكمة ما تعودنا إذا أول مرة بتشوفنا على يوتيوب فاشترك وفعل زر إشارات على كل حتى يوصلك إشعار بكل جديدنا ولاتس جو معا بدون إيضالة إلى التفاصيل أحبب أبدأ هذا الفيديو بصفقة سولانكي من بورنونث إلى توتنهام ليش ما بعرف؟ لكن أحببت أبحث هلّ بتفهموا ليش شو قصدي يا جماعة بشأن موضوع أسعار اللاعبين بشكل رسمي دومينيك سولانكي من بورنونث إلى توتنهام هوتسبير بمبلغ 65 مليون جنيه سترليني سترليني وليس يورو أحب الكرام يعني الصفقة أكتر من 75 مليون يورو أكتر من 75 مليون يورو فالناس اللي كانت نحكي لك والله جوليان ألفاريز غالي والله أنه صفقت موكلة وكذا على قتلة كومدريد لا حبيب عم نحكي لك دومينيك سولانكي وربما الله أعلم لكن الآن لما نحكي نحنا سولانكي بهذا السعر فجوليان ألفاريز هو صفقة غالية لا لكن نحنا نحكي من باب الانطباع الداخلي اللي موجود عنا أنه والله صفقة تلاتي كومدريد بتكون أقصاها كذا أقصاها كذا وجوليان ألفاريز كونه هو كان احتياطي ما في احتياطي بمانشستر سيدي بمانشستر سيدي في شيء اسمه سكواد سكواد الفريق يعني ما في شيء اسمه لاعب أساسي ولاعب احتياطي آه نحنا نحكيها ببعض الأحيان لكن هو اللي بدأ يشتغل تحت قيادة بيب معروف في شيء اسمه سكواد بشكل كامل وحتى هذا العرف أصبح ينتشر أكثر بكرة القدم وبدأ ينتشر حتى خارج إنجلترا بشكل عام بس إذا ظلنا بلندن ورحنا على تشيلسي على القسم الأزرق من لندن منشوف إنه تشيلسي يعقد الصفقة رقم ما بعرف كم عن جد ما بعرف كم بس كتير 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 والآن تقريبا بيطبقه مية بالمية 44 لاعب بالسكواد عن مستوى الفريق الأول وهي كانت مع صفقة بيدرو نيتو من وولفور هامتون بمبلغ أيضا كبير مانو قليل أيضا تجاوز 60 مليون يورو تقريبا لاعب الجناح اللي كان متميز جدا وكان مدوقعين إنه ينتقل لأحد الأندية الكبيرة نعم لكن هي صفقة مبروك لتشيلسي بكل تأكيد صفقة أكثر من رائعة السؤال فقط بيبقى وين هيبقى اللاعب وليش يا صفقة أنا مستغرب منها بكل أمانة أنت عندك كل بارمر على اليمين وعندك حتى لعبين على اليسار عندك مودريت عندك كذا لعب يلعب على اليسار الله أعلم فبيدرو نيتو كيف هيستخدمه ماريسكا هال السؤال اللي ربما الموسم هو الوحدي اللي ممكن يجاوبنا عليه نيتو أكيد مو جاي حتى يخرج جاعة لا هاد صفقة سكواد صفقة فريق أول بكل تأكيد ثم مبروك لتشيلسي صفقة بكل أمانة وربما تكون طريقة معاه بالموسم الجديد والله أعلم وطبعا ممكن جماهير البلوز تسألني شو صار بصفقة فيكتور أوسمين وشو صار كذا جماعة الصفقة معلقة تماما مية بالمية لا زال نابولي بده يرحل وكونتي بده يرحل وأسمن بده يرحل وتشيلسي بده أوسمين بس ما عم يتفقوا على سعر بس بكل بساطة هذا الموضوع يعني لازالوا بعاد بموضوع المفاوضات فقط وهي التحديثات حتى بجينا أيضا من فابريزيو رمانا نفسه طيب إذا مروا شوين عند الأصلع في بي بي جوارديولا منشوف تصريحاته قبل ديربي مانشستر اليوم لأنه اليوم عودت كرة القدم للدوران بشكل رسمي في ملعب ويمبلي وانشستر سيتي وانشستر يونيتد في نهاي كأس السوبر الإنجليزي أو درع المجتمع الدرع الخيري مثل ما بيسموها لكن هي كأس السوبر الإنجليزي أحباء الكرام بين بطل البريمر ليج وبطل كأس إنجلترا إذا منشوف تصريحات بي بي جوارديولا اليوم منشوف إنه تكلم شوي عن مواضيع تتعلق بالصرف تتعلق بكذا تتعلق بمية قصة كتير كتير حق جوارديولا مبارح يا جماعة جوارديولا تكلم مبارح لما سألوا عن المصاريف إنه شو رأيك في صحفيك حربوء حبيت حرباء يعني زتلوا سؤال إنه شو رأيك بس مصاريف آرستن ومانشستر يناتد بآخر السنوات أم حكا له إنه هن من زمانة بيصرفوا بس ما حدا بيشوف إلا مانشستر سيتي بالحرف هو حكاها هيك قال له لا يوجد سوى مانشستر سيتي في الصدوق يعني إنه كيف يتفكر الناس إنه نحن عن جد من زمان ما صرفنا صرفنا بمعنى كلمة صرف هو بيخصوط طبعا فحبي يشلف هاي الكلمة والدعابة يعني أنا برأيه بصراحة شوف الموضوع في وعليه الموضوع في وعليه هل يأني دي الإنجليزية البقية بتصرف آه وأكتر من السيتي وأكتر من السيتي آه وأكتر أكيد صرف فيها بشكل يخالف القانون لا خلاف على ذلك بس بكل بساطة وهو تعاقب بوقتها ولحد الآن هو في عليه شبهات بموضوع بسنة معينة في سنة مالية كان عنده مشكلة بإثباتات مالية بالدخل هي هون الفكرة فإما حدث تثبات عليه أو ما بيكون في أدلة كافية أو بيقدر مانشستر سيتي ينفد من هذا الموضوع بس لكن عملية نجي بآخر السنوات هل هو بيكسر قواعد اللعب المالي النظيف كل أوراقه مالية نظيفة 100% بس يعني هو عم يأفور بالموضوع أنا برأيه جواردي ولا يضل بالموضوع بكرة القدم برأيه لا هي الفكرة من البي آر هو الشخص اللي بينظم مؤتمرات صحفية للمدربين لأنه انت خلاص أخي خلي الصحفيين ما يسألوا عن هاي الموضوع ليش هاي الموضوع بتعمل بلبلة أكتر وأكتر أنا هي وجهة نظري لأنه في حدا مسؤول هو من من السيتي بيكون عن الصحفيين إنه شو بتسأل شو ما بتسأل شو كذا مثل الصحفي أحيانا هو بيتجاوز لوحده طبعا فربما هذا الصحفي طبعا ما عندي طلع تاني مرة إذا كانوا بالأساس منبهينه على هذا الموضوع يعني ما بصير تنطرح للك الموضوع بشكل متكرر مو شغلة المدرب أنا هي وجهة نظري لأنه الموضوع أعقد مما يتم طرحه على الإعلام بشكل عام مو موضوعنا بس هذا التصريح أنا بالأساس موضوع جوارديولا عن صفقة رودريغو جويس لما سألوا أنه هل ممكن تعمل صفقات هل ممكن كذا فقال أول شيء أود أن أقول له لن نتعاقد مع لاعب إلا بالسعر الذي يستحقه فقط ولن نتعاقد مع لاعب سوف يلعب مجرد مبارتين من أساس عشرة بدي أجلب لاعب أنا بحتاجه ويكون بقيمة منطقية بإلاك إذا بدنا نلعب مثلا التعاقد رح نتعاقد مع لاعب وسط بيستطيع اللعب مكان رودري بنفس الوقت يجب أن يستطيع اللعب في مركز متقدم أو مركز طلب الدفاع يعني يكون لعب وسط شامل قدر وإذا بدنا نلعب هجومي بدنا يكون يلعب على كل الأطراف مهاجم خلف المهاجم وكذلك كصانع ألعاب يعني يكون شامل قدر الأمكان بصراحة هذا السؤال ما بعرف هل هو فيه تلميحة هل هو متفق عليه هل هو كذا من شموضوع رودريغو ارتباطه بريال بمانشستر سيدي وكذا من هذا الكلام وربما بيك الأمانة مثل هي رد على عقولنا نحنا كيف نفكر مثلا أنه لك وانا الناس اللي عم تحكي لك والله فيه ناس تحكي والله أن السادي يتفاوض مع ريان مدريد وقدم مئة وسبعين مليون يورو يا جماعة هذا جنون اسمه شو مئة وسبعين مليون يورو كذا شو عم تحكي جو بديشتري نادي هو هو رودريغو بالنهاية يعني هو لاعب يعني هو لاعب كرة قدم بالنهاية شو مئة وسبعين هذا الكلام تخريف أنا بعتبره فلذلك حتى ما ذكرته بالفيديو الماضي فما بتوقع أساسا أنه صار فيه مفاوضات ربما استفسارات ربما كذا ربما إشاعات جس نبض من هذا الكلام فهي رسالة واضحة من بيب أنه أنا بدي لعب شامل قدر الأمكان لما بدي جيب لعب هجومي وبسعر يستحقه سعر منطقي في نهاية الأمر منطقي طبعا هو ما في أسعار منطقية أساسا بكرة القدم حاليا لكن أنه ما يكونوا مأفور فيه من ناحية التقييمات أما زي مرولا خبر بريال مدريد أول شي خلنا نبلش بالأخبار السيئة أول شي خبر بكل أمان أنا كتبت عنه أنه صادم ومحزن بالنسبة إليه وهو خوان مارتينيز موهبة ريال مدريد على مستوى الدفاع واللي أصيب بتمزق على مستوى الرباط الصليبي البارحة الجمعة بتدريبات ريال مدريد طبعا مبارح بيكون عندنا حلقة أسئلة أسبوعية فأحبائي أنا ما بطرح لها فيديوهات أخرى ولا أبدا حتى أحيانا لو بستطيع أني السبت ما أطرح فيديو عشان الناس يوصل لأشعار الفيديو السابق ما بطرح فيديو لكن بكل أحوال أصيب اللعب البارحة بالتدريبات وخلص واضح لأنني بدأت تضع لعملية جراحية وحيغيب طوال الموسم خلص السنة الجاي نلتقي بخصوص إخوان مارتينيز طيب ليش أنا حزين على الموضوع أول شي خلينا نحكي بالنسبة لريال مدريد كيف حيتصرف الآن ريال مدريد خلينا نحكي لكم أنه هذا اللعب حظه سيء ما بيزبط لأن أدمج الكلام كل هذا بصراحة ليش زعلان بنفس الوقت أول شي كان ريال مدريد المفروض بده يفعل له عقد احترافي أفضل بده يرفع له قيمة شرطه الجزائي ويترفع حتى يتدرب مع الفريق الأول ببعض الأوقات لأنه هو يتدرب تحت 11 سنة ممتاز اللاعب بهذا الموضوع فلذلك ممكن اللاعب غير أنه كان يخليه يتدرب مع الكاستية أحيانا الآن بده يصير ياخد أوقات يتدرب فيها مع الفريق الأول هي كانت خطة ريال مدريد للأمام أحباء الكرام يحاول ينتمج أكثر مع الفريق الأول بعدها بيضبطو له عقده بشكل عام ويرفعو له قيمة شرطه الجزائي لكن أصيب اللاعب الآن راحت عليه مع الأسف الآن شو بده يعمل ريال مدريد هذا الشي ربما يصير يأكد أكثر نظريتنا أنه ممكن ريال مدريد ما ينطهي هذا الصيف إلا ويكون متعاقد مع مدافع إضافي ربما يكون بس ظهير أيسر والهواء أكيد نعم نحكي عن الفونسو ديفيز ربما أو يكون قلب دفاع بفرصة من هون أو فرصة من هناك إذا كان متاحة معا في سوق الانتقالات طيب ليش أنا أزعلان على اللاعب بشكل عام لأنه الآن هو موهبة خطف الأنظار واضحة موهبتة واضح كذا أموره لكن الآن لما حيغيب ويترجع بعد سنة بعد سنة حيرجع أحبا يعني هذا تمزق برباط صليب عملية وخلاص يعني يعطيك الفاحص يعني راحت للموسم الجاي لما حيرجع شو حيكون وضع ريال مدريد هل هنا بحاشته هذا السؤال هل إحنا حنتذكره هل الصحافي حنتذكره هل هو حيكون جاهز ويعود بنفس اللياقة حينتسع شوف الآن قديش نتكلم عنه والآن شوف يعني بفيديو في قلو مقطع أنا بتكلم عنه حينساه حينسوه الجميع فبالنهاية هو إنسان تخيل أنه ممكن تكون ممكن أنا بحكي ممكن تكون انتهت مسيرته الآن خلاص وتكون مسيرته بمهب الريح بسبب إصابة أما الزمرو الخابر أخبار الإيجابية شوي فميشوف أنه ريال مدريد رسمي وأموره تمام ونضم كل يانا مطابي بدأوا ينضموا اللاعبين بشكل عام بالمباراة السبر الأوروبي واللي حيواجه فيها نادي أطالنطا بيرغامو بأربع عشر شهر الجاري طبعا إن شاء الله لو بتحبوا حكولنا نعمل فيديو ما قبل المباراة من دردة شوي يعني مجرد دردة شوي يعني أنه صعب التنبؤ بأول مباراة هيك كونه في لعبين راجعين الآن لازالوا مبكرا أكرنا أنشلوتي عمل مؤتمر صحفي يتكلم عن عدة مواضيع قال بأنه الفريق جاهز وعلى أتم بتجاهزية ويتدربون بشكل أكثر من ممتاز بعدين سألوا عن موضوع القابة بدورة أبطال أوروبا فقال أنه أنا محظوظ جدا في دورة أبطال أوروبا أعتبر أن هذه البطولة أعطتني أكثر ما قدمت لها بعدين حكى عن هاي المباراة مباراة مع أطالنطا بيرغامو قال أنه ستكون مباراة صعبة كما هو الحال دائما في بداية الموسم أي مباراة هي مباراة نهائية ومهمة بكل تأكيد لكن سنلعب اللقاء بثقة عالية بالنسبة لكليان أمبابي وانضمامه للتدريبات ريال مدريد وكذا قال أنه أولا وقبل كل شيء أمبابي سيجلب لنا جودة عالية بكل تأكيد بالإضافة إلى جديته الجميع سعداء بوجوده نحن على يقين بأنه سيقدم أفضل ما لدي هذا الشيء اللي بيفرشيكو بأكد بأنه كليان أمبابي يبدو بأنه فهمان هو إلى وين جاي الولد يعني هو فهمان أنا وين باللعب حاليا أنت شوف كليان أمبابي يعني أنا هذا كلامي الآن مو كلام كارون شروط كليان أمبابي انت انتبه انت بريال مدريد انت ربما تاخد دور الأبطال انت بكرة بعد كم يوم حتاخد أول بطولة إليك بنسبة كبيرة حتاخد أول بطولة ولك حتاخد دوري أبطال هلأ كم مرة ما بعرف بس ريال مدريد كلما دائما يخلقه بيروح بيجلب دوري أبطال وبيضر راجع حتاخد دوري أبطال حتزبط أمورك بس شوف انت اليوم ربما 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 أفضل جودة فردية بالعالم ربما بغض النظر مو هم موضوعنا من أفضل لعبين بالعالم ممكن تكون أسطورة لكن انتبه فكرة أنك تصير أسطورة بأذهان وعقول جماهير ريال مدريد بشكل عام في العالم مو سهلة ما عاد الموضوع متل قبل ليش اليوم انت عم تلعب ما لعبين بك يا رجل ناتشو اللي مبارح داخل أوراعة القادسية لمعه ست سبع أبطال يا زنمي يا زنمي انت متخيل فاران أخذ هكي كمشة دوري أبطال وراح بمانشستر ريناتل وبعدين راه على الدوري الإيطالي حاليا معكم وأظن كذا إلى آخره فانت الفكرة شو ممكن تعمل حتى تعلق بأذهان جمهور ريال مدريد بشكل عام بيعرف أنه المهمة صعبة هو عرفان هذا الموضوع لازم يشتغل بكل جدية وبكل تواضع لازم قدم كل شيء عندي فحنشوف المستقبل هو اللي ريحكي لنا هل كليانان بابي هيعلق بأذهان لعبيه جمهور ريال مدريد هل هيقدم من الألقاب والحسم من الشيء اللي ممكن يخلده بعقول المدريدية بشكل عام بدي أنتو آرأكم أحباي بخانة التعليقات أما زمروا لعند بلاوغرانة برشلونة بشكل رسمي كلاعبان لبرشلونة لمدة ست موازم حتى صيف الفين وثلاثين طبعا وظهر بصور مع الرئيس خموال لابورتا بعدين هو بيصبغ أشأر وكان حامل قميصه اللي حيلبسه مع نادي برشلونة وطبعا بلش يتكلم عن شوية أمور بأنه الآن أعود إلى المنزل الذي خرجته منه كانت المفاوضات طويلة نوعا ما ومكثفة فخورا بيحبي برشلونة لي وأطمحوا إلى تحقيق الفوز والألقاب مع هذا النادي مبروك لبرشلونة بكل تأكيد صفقة مهمة والآن حنشوف شو هيحصل بصفقة نيكو وليامز في المستقبل لكن خلينا بالبداية نحكي عن موضوع مهم وهو موضوع الخارجين بالنسبة لميكايل فاي ميكايل فاي فابريز رومانا بخبرنا بأنه نادي نيس الفرنسي قدم عرض لنادي برشلونة بقيمة 10 مليون يورو مع 25% من حقوق البيع في المستقبل لبرشلونة برشلونة رفض الموضوع شو حابب هو يكون حابب يكون فقط أنه هو له أفضلية باستعادة اللعب في المستقبل هذا البند صاير كل الأنديل الإسبانية الها سنين بتحاول تحطه دائما بجميع عقود البيع حنشوف شو بصير بالمستقبل لكن تعالوا نختم مع كينجيسلي كمان كينجيسلي كومان مثل ما حكينا قبل يومين أحباء الكرام أنه أصبح معروض في البيع للبيع الآن وقلت لكم أنه غالبا سبحان الله أنه كومباني ما حيزبط معه هذا اللعب سبحان الله غير إصاباته غير كذا أنه ما حيزبط معه اللعب والآن البارحة الليلان سكاي سفورت تتكلم عن هذا الموضوع بين فعلا اللعب مطروح في السوق وأن برشلونة الآن يدخل في مفاوضات بشأن استعارة كينجيسلي كومان من بير ميشن الآن حنشوف شو حيصير بالمستقبل هل ممكن يستعيروا استعارة أم ممكن يشتروه شراء ويحسموا هاي الصفقة لصالحهم الله أعلم لكن المؤكد بحسب سكاي سفورت يعني أكبر شبكة عالمية تقريبا على مستوكر القدم تحكي لك المفاوضات بدأت الآن هل بتنجح الإعارة هل ما بيبتفقوا هل بيشتري شراء بالنهاية برشلونة كيف حيكون موضوع هذا الشيء لأيام القادمة هي اللي رح تحسملنا بالمستقبل القريب بالنهاية أحباء الكرام كانت جولة صحفية لأكتر الأقل ضعونا أراكم بخانة التعليقات نراكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله